في أي بلد يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي لها دور كبير في بناء الاقتصاد والتخفيف من البطالة بين القوى العاملة إلا أن الأمر في العراق بعد عام 2003 مختلف جذرياً ولسيما بعد قرار حكومي بإلغاء حماية المنتج المحلي التحاد قرر أن نقيم مأتم وتعزيل لوفاة الصناع العراقية بجهود المفسدين والصناع القرار بالعراق الصناعيون والمواطنون في كربلا وصفوا القرار بالمشحف وبأنه يمثل فشلاً حكومياً جديداً مطالبين بالعدول عنه وبالوقوف إلى جانب الصناعيين وسن قوانين تخدم الصناعة الوطنية بدلاً من محاربتها لما لها من أثر في تشغيل اليد العاملة هذا القرار قرار مجحف حق المعامل الصناعية كلها بالعراق كلها قاطبة ماكو دعم للدولة الدولة ما بها دعم التوجي المحلي أحسن من المستورد هذا القرار يدلك على فشل بإدارة الدولة أنت بدلاً ما تطل المجال للغير اطل المجال بالبلدك أنه يفتح المعامل المادة يصر بها إنتاج ويصر بها اقتصاد قوي وتشغل آلاف اليد العاملة اللي هو يعدنا شاب عاطل عن عامل ممكن تستغلى بعض الشيء قرار حكومي وصفه مراقبون بأنه اغتيال للمنتج المحلي من أجل فتح باب آخر للبضاعة الإيرانية التي غزت الأسواق العراقية مؤكدين أن هناك حربة سياسية وقتصادية تشن على المنتج العراقي وما القرار الحكومي برفع الحماية عن المنتج المحلي إلا شاهد ودليل على ذلك